السلام عليكم البنات أتمنى أن تكونوا بأخير وعلى آخر اليوم أجبت لكم بعض الفيديو جديد سوف نظر لكم على بعض المنتجات التي ستحتاجها في هذا الصيف هذا هذا المنتج هذا الذي سترى في هذا الفيديو هذا كان المبين ل الأمر و المهم كما قلت لكم هذه المنتجات سترى سترى في هذا الصيف هذا وأنا رأى مجربهم و سترى هنا بعض المنتجات التي كملوا ليها و لا يحتمش حتى نشاركهم معكم المهمة كما ترى هذا الجلد هذا صار حزوين بزاف هذا هو المركة معروفة التي لا تستخدموا مشكلة لتلقوها موجودة في جميع الدول هذه المركة المهمة هذه تصلح للناس الذين لديهم جلد ديالهم نشف بزاف فيه الزيت ديال الكوكو المهمة هذه المركة هذه صراحة كتعجبني بزاف كتكن أخذها في زيوت المرطبة ديال الجسم كريمات المرطبة و جلد هذا المركة هذه موجودة ومعروفة وموجودة في جميع الدول الناس اللي بغيينها غادي تقدروا تلقوها في ليدل وغادي تقدروا تلقوها في كاريفور كاريفور مئة بالمئة وكينا في بريمور وكينا في جميع البلايس وكينا حتى في دروني المهمة البلايس كيما كتلكم الناس اللي ساكنين في إسبانيا تلقوها في بريمور دروني كاريفور وسميتو والناس اللي ساكنين في الدول أخرى تلقوها في البرفوميريس وكينا في الكاريفور وليدل كما قلت لكم البلايس هادا راي كبير بزاف كينا في وقيلة ما عبت وش مئتين ميلي ليتر وش مئتين ميلي ليتر كما قلت لكم في زيت الكوكو من زب الناس اللي عندهم بشراء ديالهم منعشفة وحين دبف في الصيف فاش كانوا 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 مشوهوا للبحار و كانت برونزة ولا غاية نخرجوا و قد ضربنا ديك الشمس الشمس تنشف يعني كيولي لك البشرة ديالك جافعيني دائما بعد من البحار ولا خاصنا بقون ديروا واحد الإدراتاتيون البشرة ديالنا وبقون نحاولو نغسله بجيلدوش اللي يكونوا كاكريموسوس ولا اللي يكونوا فيهم الزيوت يعني جيلدوش اللي يكون بحال اللي فيه بحال زيت الكوكو ولا زيوت هكا ولا مقشرة اللي بحال مقشرة اللي فيه فيه جميع انواع الزيوت و فيه فيه فيتامين او المهمة كيما كنت لكم هدا راه كبير بزاف و يعني هدا ماشي غير بوحدك تقتر تغسلي بنتي و ولادك يعني راه فاميليار راه مكتوبة نيت في الفوق ده بغد اندوزو نشوفو المونتج الثاني المونتج الثاني بنسبة الناس اللي عايشين في اسبانيا عندكم هاتجيلدوش هدا اللي فريسكو هدا صراحة كيصلح للصيف ولكن ما نقولوش انه كيرطب البشرة ودكشي اللي كيرطب البشرة عندكم هدا كرقم واحد وهدا يقدر الناس اللي عندهم البشرة ديالهم عادية حتى البشرة ديال الجسم يقدروا يغسلوا بي بحل مثلا بغيين الريحة حتى ذكر فيها الريحة وهدا توا يعني على حسب الريحة وعلى حسب بغيين واحد جيلدوش يكون فريسكو يعني جيلدوش كتشمي كتشمي ريحة يعني كيجيك بحل فريسكو ديال الصيف المهم ابنات هاد اللقام هادي اللي يجابو في مركضونا في الصيف تقريبا جربت جاء اللقام كلها كل مرة كنشري واحد ولا جوجو كنجربهم وأنتم لكم هأسم الماضيع اللقام للجلدوش وي sponsoredون الريحه ما هي اللقام أناس اللقام لها يقدر اما أورو 35 ولماذا أخذها المنتجت лишь ديال لوضو الجلدس ولماذا أخذي المنشأته التي سكرها الريحة en Europe في ملكتنام بحبد ندي�볼 تجليد فไفتو من نفس الاغام بالنسبة الناس اللي ساكن في اسبانيا هتلقوا في ميركادونا كتير بأورو نيشان كما كتشوفوا راه كمل يعني كملتوا كامل هاد شامبو راه خاوي مهم هادا صراحة كنت يعني ولي الدبا كنشري مهم من ديما كنشري واحد شامبو قد كنكملو عادي باش نشوف اشمن شامبو تاني غادي نشري ونجرب حل مثلا كملت هادا دي الميركادونا كله عجبني في ريحة زوينا كيخلي الشعر في واحد البريو كيصلاح الشعر العادي الجاف ما نعرف ولكن الناس اللي عندهم شعر هم عادي والدهوني يقدروا يغسلو به مهم انا صراحة وافقني مع الشعر ديالي الحمد لله ما درش لي القشرة بحل لك شامبو الخري اللي جربت خصوصا كين واحد شامبو ديال اللي كنت شاركت معاكم وكتلكم مره ما عجبني جعل لي القشرة ديال الاغاغنية ديال الكوكو حيث هادا كيلا قغان الناس اللي عندهم شعر جاف ومشي تغسلت بيه ودالي القشرة بزاف مهم هادا صراحة وافقني كيذي غيب اورو وفريسكو وكتش كنت كنت كنغسل بيه فهذا الصيف هادا زوين بزاف مهم اراه كملتو كامل ودباشنا ودباشنا هو الشامبو اللي بديت كنغسل بيه هو هاداك ديال ليدل اللي شاركت معاكم قبل ما نوريليكم منتجات ديال ليدل وحسب البحار وحسب الشمس وحسب البلانتشا وحسب اي حاجة في الحرارة مهم هادا واحد اللي كيدو اللي هو اكونديسيونادور اللي كيدو يعني كيرطب الشعر وفي نفس الوقت يعني صراحة فاش كنرشو على شعري كيرطب ليا شعري وهو كتديري باش يعني كيحمي وكيرطب يعني هادا بحل لك اللي كان في الاول ولكن بدلو بهذا اللقام هذي بهذا المنتج هادا مهم كيما كتليكم هادا كيما كتشوفو راه وصل للنص غير ميلت يدي باش بان بحلها مازال فيه المهمة راه وصل للنص كان استعملوه دائما مش كان بغين نمشي اللابيسين كان دي معايا منين كان نخرج كان نرشو كامل على شعري حيط لما ديا اللابيسين كان شف الشعر إلا بيتمشي للبحر كذلك إلا بغيت ندير البلانتشا كان نرشو على شعري باش يحميليا الشعر ديالي كان منك خرج من الدوش كان نرشو كامل شعري كان نخلي شعري حتى كينشوفو باشي شوار عاد باش نديل البلانتشا بعمركم اديروها انجو ما شعركم فازك حيط كيتتحرق وحتى كيتشوك ما كيتقدش مزيان قليوا حتى نشوفو باشي شوار مهم ده بغتين دوزو نشوفو المونتجات الاخرى ده بغتين دوزو نحضروا على موزيل العرق اللي كان في ليدل مهمنا هذا صراحة دائما كنت نشوفو في ليدل ولكن ما زعمتش ناخده كنت موزيل العرق دائما كناخده ما بين بريمور اللي كيكونوا كيبيعوا ماركات وما بين ميركادونة بعد المرات فاش ما كمشيش لبريمور حيث بريمور بعيدة لي كمشي ناخد غرر ديال ميركادونة اللي كنشارك معاكم ديما المهم داك النهار فاش مشيت كيما كتليكم كملوا لي المونتجات ديال بحاله موزيل العرق و تشامبو داك شي قلت ما بغيتش ناخد ديال ميركادونة عودتاني بغيت نبدلش شوية داك شي حيث مو ميل قلت غامشي اللي دل غادي نشوف المونتجات اللي كان ينتما منقدر نبدل بيهم مهم خديت هادا قلت غادي ناخده قريته قال لكي لا لبسي لبسا بيضا مكت يعني مكتديش لك صفوريا ولا لبستي لبساك حلا مكيخليش لك شي كيبان بيض في الحواج المهم قال لكي يبقى تمنيه و 40 ساعة أنا قريته قلت نقدر ناخده نشوف يعني ماشي مشكلة كي ديالغي بأورو شي حاجة يعني ماشي مشكلة خديته صراحة جربته نهار لوال المهم هادي دبارة جو الصيمانات ولا صيمانة باشا انا كندير منو ما هي 60 ساعة لبساian دراجعة لبسا لابشاريتوا منو ثاني مرة هو صراحة كثير هناك مستفيدة نحن يبدو كثيرا في الحواج لكل تعمل في الهواء لوال الحواج ليس يجب عليك لحاجة مختلفة مني كثير تعمل فيمج ولمن يساعد فيه مني كثير وهي الأشياء التي أعجبتني كثيرا الأشياء الأخرى التي أعجبتني لم أكن أعجبت لي شيء حساسي لأنه يوجد بعض العرق الذي أخذت من المركضين بعض العرق لأنه يجبني لأنه يجبني لأنه يجبني ولكن هذا وفقني وصراحة جيدا لا يبقى في كريحة العرق سوف نشارك معكم هذا الذي كان في ليدل هذا صراحة جيدا كان في الليموني وكان في الزرق وكان في الغزادة صراحة هذه الألوان ما أعجبوني هذا هو الذي أعجبني رائحة جيدة بحل رائحة جيدة 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 وكنت كان أخذه من الليدل صراحة والمهم هذه المرة لم أخذته حيث الفرق ما بين الليدل ومركادونة وبريمور بريمور بريمور هو الذي يبقى مدة طويلة في الجسم يقدر أن نقوله ما بين أنت بغن قارنه ديال مركادونة أنا كان في الضل ديال مركادونة على ديال مركادونة لأجحة ديال مركادونة كثيرا في الدقيقة اللي ولا كيطر ما بقاش كي ولي فيك الريحة هذا ما زال أه كيش تلك ولكن قارنه ما بين الليدل وما بين ديال بريمور ديال بريمور هو الطب يعني ديال بريمور دائما هو شي حاجة مهمة ولكن أنا نقول لكم ديال مركادونة بلا ما تستطيعوا رأسكم تشريوا ديال الغوز أخذها كتبقى ولكن الزرق الشي بيجريتها أنا ما كتبقى كتبقى أنا نسيت ما قلت لكم هذا هذا واحد الريحة ديال الجسم يعني فشكت دوشي كتبقى شي كامل على الحمد كي تبقى الريحة زوينة في الجسم كتبقى لبينات جيت نوري لكم ديال بريمور لناسي سكن في إسبانيا هذا هو ديال بريمور هذا بحال بحال ديال مركادونة وليكن نقول لكم عليه كي تبقى بزاف الريحة في الجسم ولكن في الأشكال والأنواع يعني ماشي بحال مركادونة فيها غير ثلاثة هدا جامع الريح أنا صارحة يجب أن أخذني وقت كثيرا لنشم كامل ونشاهدون ماذا يعجبوني صراحة من هذه السمية التي جربت فيهم كثيرا يعني شي خمس سنين أو سنين أو دائما كنت أخذ من هذه البريمور يدرون 3 أورو قليل جوج أورو كثيرا تسعين أو أورو تسعين لنستحقون صراحة زويني بزاف ويبقوا في الجسم الريحة زويني بزاف وفاش كتديريها ما تحتاجيش ما زال تديري شي بارفان ونشي حاجة حيث كتديري موزين العرق وكتديري هذا الحمدية على الجسم ديال كله بيتديري شي كريم مرطف في الريحة الكوكو ولا الريحة الفاني ما تلاتش ما زال كتحتاجي البرفان أنا صراحة ما كان أحتاجهم شما زال حيث بسا في دات ديالي كتكون فيها واحد الريحة زوينة ما تلاش ما زال ويكون داك شي دوك الروح مخلطين كيجي داك شي واعر بزافين ما تلاش كتحتاجي ما زال شي بارفان ترشيها المهمة البنات اللي عجبكم الفيديو بحاله كان نقدر نكمل لكم قاية المنتجات اللي كان نستعمل في هذا الصيف هذا واللي استعملت في الصيف ديال العمال الأخرى نقدر نشاركو معكم وبسلامة حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر